لو حبينا يا دكتور نقول كمية الدم المفروض يتم استخراجها من الجسم وهل لو زالت عن نسبة معينة لها مضاعفات هو ده اللي بنقول عليه أن الحجامة يا دكتور لازم تكون على يد متخصصة ليه بقى؟ عشان يبدأ يحسب كمية الدم أو نقول أقصى كمية الدم يمكن استخراجها من مريض معين لأن ده مريض عنده مثلاً واحد عنده أنيميا هل ينفع أننا استخراج منه الدم؟ لأ ما ينفعش مريض تاني حالة تانية جاية بروفليكتك يعني وقائي فيه مثلاً مريض يجي يدخل علي يقول أنا عايز أعمل حجامة وهو لسه متبرع بالدم من حوالي شهر ما ينفعش لأن كمية اللي احنا بناخدها في التبرع بتقارب من 450 مليلتر تماماً من 250 إلى 450 على حسب التبرع بقيه وبناءً عليه ما ينفعش عمل حجامة إلا بعد تجديد الدم ده فيه حالة تانية بتبقى هيموجلوبين الدم عندها 13 فيه حالة تانية الضغط بتاعها الضغط عالي فيه حالة تانية الضغط معتدل فيه حالة تانية الضغط منخفض فيه حالة سمينة هل كمية الدم اللي تسخرج من السمين زي النحي فدي قياسات كلها لازم المعالج أو الطبيب يكون بعمل قياسات للمريض كي يكون باستخراج كمية من الدم أو هنقول إن الكمية دي أقصى كمية يقدر يطلحها كامل يعني إحنا مش هنقول أقل كمية كامل أقل لو حتى واحد ملي إنما إحنا بنقول أقصى كمية أقصى كمية الدين يعني لإن إحنا مش عايزين نوصل لأقصى كمية إحنا عايزين نبقى أقل من أقصى كمية وبناء عليه فيه قياسات متعددة قياسات فيسيولوجية وقياسات فيزيائية لابد أن يتعلمها الأخصائي أولا قبل ممارسة العلاق بالحجامة وإلا ما يبقاش مختص في المادة دي أو يبقى فاهم للعلاق بالحجامة أو يطبق وطبق صليل أو يبقى